تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنية من صاحب السموى الملكية الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وذلك من مناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لمن دواعي سرورنا أن نعبر لجلالاتكم عن خالص التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعنا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها عليكم وأنتم تنعمون بوافر الصحة والسعادة كما ونود اغتنام مناسبة حلول الشهر الفضيلة لنبتهل إلى المولى عز وجل أن يجعله الشهر خير وبرك على بلدنا مملكة البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادة جلالاتكم الحكيمة وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والسؤدد إنه سميع مجيب الدعاء حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفد حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه من دواعي السرور أن تلقينا برقية سموكم المهنئ لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1438 للهجرة مقدرين لسموكم هذه المشاعر النبيلة داعنا الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظكم ويرعاكم ويمتعكم بالصحة والعافية وأن يعيده بالخير والبركات على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية إنه سميع مجيب حفظكم الله وأدام عليكم نعمة الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنية من صاحب السمو الملكية لأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالاتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبركات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعنا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ جلالتكم ويحقق لكم ما تتضلعون إليه من رفعة وتقدم لهذا الوطن الغالي وشعبه الوفي وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفد حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ الغبطة السروري تلقينا برقية سموكم الكريمة المهنئ لنا بمناسبة حلول الشهر رمضان المبارك للعام الهجري 1438 هجريا وإننا إذ نشكر سموكم على مشاعركم الطيبة نسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظكم ويرعاكم وأن يعيده بالخير واليمن والبركات على مملكة البحرين العزيزة والأمتين العربية والإسلامية إنه سميع مجيب ودمتم سالمين محفوظين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وتلقى صاحب السمو الملكي لأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببركاتهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسماء آيات التهانية والتبركات مقرونة بخالص الأمنيات دعينا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يحفظ سموكم ويرعاكم ويحاقق لمملكة البحرين الغالية كل تقدم وازدهار وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على شعب المملكة والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات إنه سميع المجيب ودمتم سموكم سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقر حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي الإبن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد اطلعنا بالتقدير على برقية سموكم الطيبة المهنئ لنا بحلول شهر رمضان المبارك وإننا لنود في مناسبة حلول هذا الشهر الفضيل أن نعرب لكم عن شكرنا لمشاعركم النبيل التي نعتز بها كثيرا داعنا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها عليكم وعلى شعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء